بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالجميع إلى ذي الفقرة سنأخذ هنا بعض المواقع الفرنسية وننظر من خلالها لبعض العبارات والتي تقال على غير ما تعنيه كلمتها كما نلاحظون دونالون فرنسيز في اللغة الفرنسية طبعا هذه العبارة نفسها التي نقدم بهذه الفقرة هي نفسها تتضمن مثالا لهذه العبارات إذن عندما نقول مثلا كلمة بي تعني قدم إذن لا يجب أخذ كل شيء كما نقول بقدم الحرف بقدم الحرف يعني أنك تأخذ الحرف بقدمه كما نقول بجدريه بمعنى آخر أنك تأخذ المعنى حرفيا أنك تأخذ المعنى حرفيا إذن هنا إذن هنا لا يجب أخذ كل شيء كما نقول حرفيا ماشي أي جملات قالت أننا نترجموا حرفيا يجب أخذ المعنى حرفيا إذن عندما نقول بإذن الله نقول بإذن الله إذن لا يجب أخذ المعنى كما نقول بإذن الله يجب أخذ المعنى حرفيا مكانة أو سامحة بي كي permette التي تسمح بي أو التي تمكن للإستخداء السيتياشن أن توضيها دي السيتياشن حالات أو وضعيات دي تولي جوغ لكل الأيام كم مثلا المقصود هنا بأنها ستوضح لنا بعض العبارات التي تستعمل كل الأيام التي نستعملها طبعا كل الأيام كم مثلا مات خلوبي دون ربلا وضع الرجلة دون ربلا في المقلات مثلا إذن هو وضع الرجلة في المقلات كم مقصود بالعبارة؟ أو أيضا اكتشف لوبو طبعا لوبو هو ذلك الإناء الذي نضع فيه مثلا المغروسات النباتات اكتشف هذا النوع من الإناءات التي تضع فيها النباتات أو روز بالأزهار أو بالورود اكتشف هذا النوع من الإناءات فلنكتشفها بالصور نأخذ الصورة الأولى كما نراحظ عندنا أفوغ لطيت دون لنياج أفوغ لطيت دون لنياج طبعا هذا أفوغ تتصرف ممكن أنني أقول مثلا جا لطيت دون لنياج أو أقول مثلا جا لطيت دون لنياج أنا كان عندي الرأس في الغمام أنا كان عندي الرأس في الغمام بصفة عاملة أتكلم عن أفوغ لطيت دون لنياج أن يكون للشخص الرأس في الغمام ما معنى هذا الكلام المقصود بها أتر ديستحي أتر ديستحي يعني أنه سلية طبعا هذا الورب ديستحي أدفع لسلة أتر ديستحي أن تكون مسلن أنك تتسلة سو برد دون دي ريبري كنفز سو برد طبعا هذا الورب برد كما نعرف أدفع لفقد سو برد أن يفقد مثلا الشخص إذن هنا سو برد أن يفقد الشخص دون دي ريبري في أحلام اليقظة طبعا كما تنعرف بأن لغيب هم الأحلام أحلام نوم هنا عندنا دي ريبري نتكلم من أحلام اليقظة أن الإنسان يصير مثلا ويقوم بأعمال وفي نفس الوقت تأخذ أحلام إذن هنا سو برد دون دي ريبري كنفز أن يفقد الانسان في أحلام رامضة رامضة غير واضح سوف ترد في غيري مخفز اذا ممكن اننا نقول سوف ترد في غيري مخفز او نقول مثلا افور لطيت دون لنيواج ان تكون عنده رأس في الغمام عنده رأسه في الغمام المقصود انه يحلم او يتسلق ايضا العبارات التي تستعمل بهذا المعنى افور لما ذرت طبعا اذا ترجمناها كما نراحض ان تكون له اليد خضراء تقول مثلا قلبه بيض هذا ما تعنيش بان القلب دياله بيض ولكن المقصود ببقى ان الانسان نيته سليم قلبه بيض يعني ان القلب دياله رأحمر بحكم الدماء الموجود فيها ولكن المقصود بدل الكلام ان نيته سليم افور لما ذرت ان تكون لك او تكون له او تكون لنا اليد خضراء اتخابيل اكول تبيلي بلونت يعني ببسطة انك تكون بارع ابيل نقول عن شخص بانه ابيل بانه ماهر المهارة اتخابيل ان تكون ماهرا اكول تبيلي بلونت في زراعة نباتات في زراعة نباتات عندما نقول مثلا الى المهارة هو عنده يد خضراء المقصود بانه يعمل في مجال نباتات انه يعمل في مجال زرع النباتات افور الفريت افور الفريت طبعا كما تعرفوا بان الفريت تعني البطاطس المقلية افور الفريت اتخان فورم ان يكون الانسان ان فورم يعني في صحة جيدة حتى كلمة ان فورم كما تنشوفوا بانه تتعني في الشكل الفورم المقصود بها الشكل ايضن 있는데요 ايضن ايضا ايث ان يكون في صحة جيدة سنتيل كابابل دوري يسير ان يحس الانسان بقدرة على النجاح سنتيل كابابل دوري يسير ان يحس الانسان قابل قادرا نقول عن شخص أنه قابل انو قادر عكس هنا ، غير القادر سنتيل كابابل دوري يسير قادرا على النجاح إذا بدل أن نقول العبارة هكذا نقول إلا الأفخيت إلا الأفخيت إذا المقصود يأم أنه في صحة جيدة وطبعا إذا كان في صحة جيدة أكيد سينجح في مهمة قادرا على النجاح إذا حسب استعمال دي العبارة حسب سياق الكلام ثم مثلا أظالي دي كولور أظالي دي كولور كولور مقصود بها أفعار أو ما يشابه إذا نتكلم عن أفاعي أظالي دي كولور يبلع أفاعي إذا المقصود بها سيبور تدي زفران طبعا كلمة أفرا ممكن أنها تعني سب ممكن تعني شتم وممكن أنها تعني إدلال أفاني أنها تعني إدلال أنت تعني إدلال سيبور تدي زفران الزفاني أن تتحمل السب والشتم والإحتقال بدون أن تكون عندك استطاعة بدون أن تشتاكي إذن نتكلم على الشخص أنه يتحمل كل هد الأمور السب والشتم والتحقير والإدلال مثلا بدون أن يستطيع الشكوى نقوله في عبارة واحدة هناك من العبارات المعروفة أيضا انتسقط في التفرح المقصود بها سيفانوير يعني فقاد الوعي انتسقط في التفرح المقصود بها سيفانوير يعني فقاد الوعي ثم عندنا أن يجعل الإنسان نفسه يدور في الدقيق أن الإنسان تدور رأسه في الدقيق كما عندنا في الصورة سوفير غولي دون الفارين إذن المقصود بها هنا سوفير تخمبي أن يخدع الإنسان سوفير غولي دون الفارين المقصود بها سوفير تخمبي وبيع ديبي ديبي أن تعني أن الإنسان يتق بالخادعة إذن نتكلم عن ديبي ثم عندنا هذه العبارة أن الإنسان يدخل إلى قوقعته إن سوفير سوفير إذن واضح من العبارة سوفير سوفير أن ينطوي الإنسان على نفسه طبعاً لغرب سوفير أن ينطوي أحياناً نتكلم عن لغرب بلي يعني أنك تطوي شيئاً سوفير كما نقول أن الإنسان ينطوي سوفير على نفسه سوفير في الظلم أن الإنسان يغلق على نفسه دون الظلم في واحدة أو إنعزال الإنعكسيون أن الإنسان لا يقوم بشيء عكس الإنعكسيون الإنعكسيون المقصود بها الحركة أنك تقوم بالفعل هنا الإنعكسيون أنك لا تقوم بشيء نعبر عن هذا بالعبارة ثم عندنا العبارة راكنتي دي صالة طبعا الأصل راكنتي دي صالة أن تحكي قصصاً لكن هنا عندنا راكنتي دي صالة مقصود بها راكنتي دي صالة دي منصنج دي منصنج أنك تحكي قصصاً المنصنج أنك تحكي أكاذيب ممكن أن شخص يسألك ماذا كان يقول لك فلان مثلا إذا ستقول له إلغا كونت دي سالات هو يحكي دي سالات المقصود أنه يحكي أكاذيب ثم عندنا ديكوذغير لوبو أغوز هذه من العبارات التي بدأنا بها ديكوذغير لوبو أغوز طبعا لوبو كما نلاحظ هو هذا الإناء الموجود فيه هذه الأزهار إذا نتكلم في الإناء كما في الصورة الذي تنبت به هذه الأزهار ديكوذغير لوبو أغوز إذا المقصود بهذا الكلام ديكوذغير لسوكحي أن تكتشف السير لا غيالي تكاشي الحقيقة المخبئة لا غيالي تكاشي أن تكتشف الحقيقة المخبئة نعبر عن هذا بي ديكوذغير لوبو أغوز نقول مثلا جي ديكوذغ لوبو أغوز أنك تكتشفت السير أنك تكتشفت السير بعدم المجيء بعدم المجيء أنك تعد شخصا بأنك ستأتي ثم تجعله ينتظر ثم لا تأتي إذا نتكلم عن بوزي الأب إذا نقول مثلا إلى بوزي الأب هو وضع أرنبا المقصود بأنه لم يأتي وجعل شخصا ينتظر ثم عندنا العبارة التي رأينا أن يدع الإنسان أن يضع الإنسان رجله في المقلات أن يكون الإنسان متطفلا بشكل خاشن أن يكون الإنسان متطفل بشكل خاشن أن الإنسان يقحم أنفه بشكل خاشن في أمور لا تهمه إذا نتكلم عن ماتر البيئي دولوبلا يلمي البيئي دولوبلا إذا هو يتدخل في ما لا يعنيه طبعا المقصود بأنه متطفل إذا نكتفي بد العبارات نلتقي في فقرات قادمة حيكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله